من يسرق أموال العراق قد يحيلك السؤال إلى إجابات عديدة لكن المصرحة فيها غائبة وما يحتاج لجرأة في وضع إصبع الاتهام في وجه السارق والمخرب والمتنفذ قل مثله أو ندر في زمن المصالح التي تبنى على ظهر البلاد لكنه وزير المالية علي علاوي الذي كشف المستور في زمن يحذر فيه من ساعات متسارعة قد يغرق فيها العراق في حفرة عميقة من التدهور الاقتصادي هيبة الدولة التي يكتمل شكلها ومضمونها بأساسها الصلب المتمثل بمواردها واحترام دستورها وحكومتها هذا قول فصل ينهي به وزير المالية خرابا طال عمره على مر سنين طويلة وبين أوراق المال يكشف علاوي الأموال التي تذهب لجيوب السراق العراق وهذا وضوح يحتاجه الشعب اليوم وتحتاج الدولة التي يضعها علاوي أمام حقيقة مرة إذا استمر العبث بموارد البلاد سيقع العراق في حالة انهيارا اقتصادي لكن الحالة المتراجعة برؤية ثاقبة تستند على أدلة وبرهين يضع علاوي حلول النهوض الاقتصادي الذي يرتكز في الأولوية على دعم أمريكا للعراق في كافة المحافر الدولية الرجل المناسب في مكان مناسب لا بد له أن لا يترك أي تأشكالية تواجه العراق وتخلق له أزمة المال واليوم في حاضر مرهق بضياع البنية التحتية المالية والموارد المتبعثرة يرفع علاوي صوت سلطة الحكومة عاليا ويكشف مستور الأحزاب المتنفذة ومافية الفساد يعلنها علاوي بشكل صريح أن الإصلاح بات ملحا وضروريا وقد أعلن سابقا أن العراق سيواجه العام الحالي تقلصا في اقتصاده بنسبة 10% إيران كانت الكلمة الأولى التي نطق بها علاوي في صريح حديثه التلفزيوني مع قناة بي بي أس وهو يوجه إليها ضلوعها في إثارة نهج المجامع المسلحة غير المنضبطة داعيا إياها بكل وضوح إلى ضرورة تغيير طريقة تعاملها مع العراق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي هو المتخصص في صنعة الاقتصاد والسياسة بنهج أكاديمي وعلمي إذ يخرج الأجيال بجامعة هارفورد في أمريكا عمله في دنيا الاقتصاد إلى عمق العمل السياسي وانخراطه قبل ذلك في برنامج الكفاءة الشابة في البنك الدولي كل ذلك جعل من حنكة علاوي وزيرا يسير على نهج المكاشفة والوضوح رسم علاوي طريقة دعم العراق منذ تكليفه بمنصب وزير المالية ساعيا إلى حجد الجهود العربية والدولية لإعادة بغداد على طريق الاقتصاد الفاعل أما العراق فهو العنوان الأول الذي يسعى إليه علاوي دوما في التصدي لمنتهكي الاقتصاد وتمزيق الأموال على يد مافية الفساد التي تجير موالد الدولة وتضرب باحترام الحكومة والقانون عرض الحائط ترجمة نانسي قنقر